أعراض مرض البول السكري اللي بيكون ناتج عن نقص الإنسولين في الدم بتتمثل في ارتفاع نسبة السكر الجلوكوس في الدم عن المعدل الطبيعي وكمان بيكون فيه تعدد التبول والعطش بسبب وجود سكر الجلوكوس في البول لأن لما بتزيد نسبة الجلوكوس في البول بتزيد أزموزية البول وبالتالي بيحتاج أنه يمتص مية كتير من الدم فبيسبب خروب كميات كبيرة من المية مع البول وبالتالي بيسبب العطش وآخر حاجة خالص في عراض مرض البول السكري هو إصابة مرض السكر أحيانا بغيبوبة السكر ومرض البول السكري هو مرض شائع بيتميز بارتفاع مستوى الجلوكوس في الدم وبيتم تأسيم مرض البول السكري إلى نوعين على حسب سبب ارتفاع سكر الجلوكوس على المعدل الطبيعي النوع الأول وهو الأقل شيوعا والأكثر خطورة ترجمة نانسي قنقر